أغلقت السلطات الصينية مزيدا من المدن إذ قطعت طرقا وطلبت من الناس البقاء في منازلهم فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسجد نحو 500 حالة وفات وتصاعدت المخاوف عالميا أيضا مع رصد دول أخرى حالات إصابة لم تأتي من الصين وتأكدت إصابة عشرة أشخاص بالفيروس على متن سفينة تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان ماذا فعل المتمرد كورونا في العالم ليدخله في نوبة هستيرية ويقلب موازينهم باتت الدور تتخبط مع جماح الفيروس فالمئات في عداد الأموات والمصابون في ازدياد لحظي تايوان واليابان اختارت منع رسو سفينتين تقلان آلاف السياح في موانئهما بعد التحقق من إصابة على متنهما إجلاء المواطنين من ووهان الصينية كان خيار دول عدة كان آخرها نيوزيلندا وتايلند أما إغلاق المعابر والحدود البرية والبحرية فكان خيار هونغ كونغ مع الصين بينما اتخذت كل من روسيا وكوريا الشمالية واليابان إجراءات أمنية صحية صارمة الرهاب والعنصرية تفشي عالميا مع فيروس كورونا المستجد اتجاه الآسيويين حيث باتوا يجدون أنفسهم موضع شك وريبة أينما حلوا الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي بعد عرقلته الصادرات الأمريكية إلى الصين في حين علقت هيونداي أكبر صانع للسيارات إنتاجها داخل كوريا الجنوبية بسبب نقص نافي قطاع مصنعة في الصين زعزعة إنتاج النفط عالميا حيث تعد الصين المستهلك الأكبر مما دفع منظمة الأوبيك المصدرة للنفط لدراسة خفض إنتاجها بعد تهاوي الأسعار منذ بداية العام الحالي تحذيرات وطرد لمسؤولين في الصليب الأحمر الصيني بعد تعرض المنظمة لانتقادات لاذعة بسبب سوء إدارات الهبات من أموال ومعدات طبية لمواجهة الفيروس كورونا دخل الملاعب كذلك مجبرا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إرجاء مباريات الأندية الصينية رغم الإرباك الدولي الذي أحدثه الفيروس إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن كورونا لا يشكل وباء عالميا في حين تسابق بكين الزمن لتشهيد مستشفى آخر مماثلا لمشفوهان الذي شيد في غضون عشرة أيام ترجمة نانسي قنقر